النادي الاهلي في حالته مفيش منافسة النادي الاهلي مبقاش في حالته فهنا القصة بقت مع النادي الاهلي فيبدأ اي حد يقترب بقى من فكرة ان هو يحقق بطولة او يحقق انجاز عن طريق بقى الصدفة عن طريق عوامل اهمها هو ان النادي الاهلي مش في حالته عشان كده اقرب منافس للنادي الاهلي هو النادي الاهلي نفسه وعشان كده لما بتيجي تتكلم البعض بيقولك اصلا انت اهلاوي ومن شاشة قناة النادي الاهلي ومتعصب ومش شايف غير النادي الاهلي والحقيقة اللي بيردد الكلام ده هو اللي مش قادر يشوف الزاوية او يشوف الصورة من زاوية اوسع ومش قادر يكون منصف ومش قادر يشوف النادي الاهلي بيتبصله برا ازاي والحديث عن النادي الاهلي بيكون ازاي فعشان ما يكونش الكلام من خلالنا هنروح لبيب جوارديولا يعني افضل مدرب العالم حاليا في نظر الكثيرين لان الامور بتحتمل وجهات النظر لكن الراجل ده حقق كل البطلات الممكنة مع كل فريق دربه بداية من برشلونة مرورا او بباير مونيك نهاية بيعني مشروع سيتي وقدر انه يحقق معهم دوري ابطال اوروبا وقدر كمان يحقق معهم بطولة مونديال الاندية فكان عنده لقاء يتحدث فيه عن النادي الاهلي نشوف بيقول ايه ونرجع نعق بيب جوارديولا مازال يعني يمارس عادتوا في الحديث عن الاندية الكبرى ولما تتكلم عن الاندية الكبرى لازم هتحط النادي الاهلي فبيحكي زيارته للقاهرة او لمصر زي ما حكاها في مونديال الاندية لما قال شفت الفريق اللي بيلاعب النادي الاهلي مع كامل احترامنا وتقدرنا للتحق الجد وتحدث عن زيارته في مصر ان الكل بيكلموا عن النادي الاهلي فجاء شاف على الارض الواقع وشاف النادي الاهلي وهو بيحق المادية البرونزية فيطلع ويتحدث عن ان النادي الاهلي قدم بطولة رائعة ويستحق تالت العالم وحط تحت ديه ميت خط احمر عادي تالت العالم لان البعض بيتحدث عن فكرة انت هتعمل من المادية البرونزية انجاز بيب جوارديولا بيتحدث عن النادي الاهلي يقول يستحق الفريق ده ان هو يكون الفريق الثالث في العالم هو ده النادي الآلي في عيون المنصفين في عيون حتى المحيدين لأن بيب جور دي ولا محيد بيتحدث عن النادي الآلي وشايف النادي الآلي الفترة الأخيرة سمع بمنطال قوة عن النادي الآلي هو ده النادي الآلي يا جماعة اللي انت تروح البرازيل يعرفه في مصر الأهرامات والنادي الآلي تروح أي مكان في العالم يقولك الأهرامات والنادي الآلي يعني تري هنري لما كان بيتحدث عن بطولة منديال الأندية كان بيتحدث عن النادي الاهلي وهدف النادي الاهلي في البطولة كان ابو تريكا فلو انت مش قادر تكون منصف والتزمت الصمت فيريت تلتزم الصمت وقت الاخفاق حتى لو كان وقت الاخفاق مع النادي الاهلي قليل وقليل جدا